يا شباب عاملين ايه خلد معاكم فيديو جديد من دي جوتيوب. البول رول من اهم المهارات الموجودة في تاريخ فيفا كله. سواء بقى افسي اربعة وعشرين تتة وعشرين اتنين وعشرين فالبول رول هي حاجة اساسية لازم تكون بتاعف تعملها. وهل بقى البول رول لها انواع? اه طبعا يا معلم لها انواع. في الفيديو ده هديك تلت اربع انواع بجد هيفرقوا معك جدا في الاداء بتاعك وهيطوروا كتير من لعبك. لو اول ما تشوفني بقى يا معلم لايك وسبكرايب وشير و يلا بينا نقدش نشوف البول رول فيها ايه يلا بينا. ينا. ينا بسم الله الرحمن الرحيم وزي ما تحودنا نجري على رقاقها الينا ونشوف البول رول او المهارة اللي معنا نهار ده بتتعامل ازاي? طبعا كلنا عارفين البول رول اللي هي دي بتتعامل ازاي بيانالوج المهارة حتزت وضع ضيم leggings او شمال بالطريقة على Register. او نشوف على ايمين او شمال بتعمل كده. دي. تمام؟ البولرول دي بتعمل ايه? بتخلم مساحات كتير بترقص لقبامك لو وحد على واحد وانت داخل كده مسلا. تممكن حتى حرس المرماية يترقص بالبولرول كده عادي جدا كده او كده تمام؟ فالبولرول دي من المهارات الاساسية والمهمة اللازم بتعرف تعملها اهي كده تمام? نجي بقى نشوف ايه انواع البولرول? البولرول دي ايه انواحها? طبعا احنا تفقنا ان هي بتتعمل بقى انا رجل مهارة هتعمل يمين او شمال كده. يمين اللاعب او شمال اللاعب كده. تمام? دي البول رول. ايه انواحها? اول نوع من انواع البول رول هناخده معنا اللي هو البول رول باص. ده من اهم التكنيكات انا كنت شرحته قبل كده فيديو من اهم التكنيكات اللي انت وانت بتباص تعملها. ممكن تباص تفتح عكس اتجاه اللاعب مسلا اللي هو ماشي فيه كده. بنسبة تسعين في المية الباص هتوصل. تمام? يعني انت لو بتلعب في خلال ماتش وعملت بول رول باص كده هتوصل بنسبة تسعين في المية. تمام كده? دي من اهم الحاجات. طيب البول رول اي لاعب ممكن يعملها اتنين نجوم مهارة? تلاتة نجوم مهارة اربع نجوم مهارة كلهم يقدروا يعملوه. حتى البول رول باص كلهم يقدروا يعملوه. لكن تاني نوع معنا النهار ده اللي هو البول رول سكوب تيرن اللي هو ده ده ما حدش هارف يعملو غير يكون لعب خمس نجوم مهارة. طيب زي البول رول دي بتتعامل تعال اوليك على المهارة الاول? بتتعامل ازاي كان نجعل اللاعب نشوف بيبقى الشكل هو عامل ازاي تاني طيب احنا نفرض مسلا اللاعب ماشي كده اللي هو ماشي في الاتجاه ده والبولرول هنعملها يمين او شمال او ما تعملها يمين او شمال هتعمل فيك شوت اللي هو بالمربع اكس فعكس اتجاه اللي انت عملت في البولرول يعني لو عملت البولرول الناحية دي فروح عمل كده اللي هي مربع اكس فعكس اتجاه اللي انا عملت في البولرول عملت البولرول الناحية دي هروح مربع اكس في عكس اتجاهها على طول. وكلهم بسرعة. يعني عملت البولرول كده اروح عامل عكسه على طول كده. او عملته كده عكسه على طول كده. تمام? فهيعمل البولرول اسكوبترني. يعني هيعمل كأنه بيعمل البولرول الناحية دي وهيروح عكس نفسه الناحية التانية على طول بفيك شوت شكلها جميل بترقص اي حد موجود في الملعب. فتعال مسلا نشوف اللعبة هيعملها ازاي مسلا رونالدينيو مسلا هو هيعمل البولرول كده اسكوبترن الناحية دي. شفت عاملة ازاي? حاجة كده خطيرة. هتلاقي لعبة كتير اكيد وانت اللاعبتهم بيعملوها. بس ما كنتش عارفة تعمل ازاي اهي. هيعملها كده مسلا كده. او بصوا شكلها عامل ازاي. دي البولرول اسكوبترن وده النوع اللي ما بيتعملش غير بيلعب خمس نجوم مهارة. تمام? هتلاقى بالشكل ده. تمام? نيجي بقى لرابع نوع معانا من البولرول وده برضو من الحاجات المهمة. وده يقدر يعملو اي لاعب سواء نجمتين مهارة دات نجوم او اي حاجة بس ده دايما انا بحب اعمله قبل ما اعمل يعني بيبقى بالطريقة دي. اسمه اللي هو بتعمل كده كده ترفع الكرة بالطريقة دي. فبتخلي الكرة تنزل قدام اللاعب بالشكل اللي انت شفته ده ويروح شيطة. ازاي بقى بنعملها? تعالى نفتح تاني نكبر الجويستيك كده عشان نشوفها ازاي? بنعمل البولرول العادية اللي هي العادية اللي هي يمين او شمال بالانالوج كده. وبعدها بعمل لتحت كده. بدوس على كده. بعمل لتحت. فيروح عامل ويحرفع الكرة سنة قدامه. يعني بروح عامل كده كده. تمام? كده كده. تمام? تعالى نشوف بقى اللاعب يعملها تاني ازاي? ومسلا مسلا هبقى ماشي كده مسلا وقادي رونالدينيو مسلا ماشي كده هعمل بولرول فليك هيرفاحها وروح مدي باور شوت مسلا كده. هاتها من الشبكة يا معل. دول كانوا انواع للبولرول معانا النهاردة. فجروا بقى يا معل مكتبلي في الكمنترات الرايك فيه. وانا اوقات الموقع تشوفني الرايك وستشكرايب وشير وكتبلي في الكمنترات عايزني اشرح مهارات ايه تاني. سلام.